في دوامة عنف متجول هذه المرة يستقر هنا في خيمة عزاء وسط محافظة مأرب حيث كان آل الشداد يستقبلون المعزين بمقتل اللواء الركن عبدالرب الشداد قائد المنطقة العسكرية الثالثة ورفاقه بهذا الحطام ترك المجرم المكان ولن يجد هؤلاء من بقايا متناثرة سوى أشلاء لبعض من كانوا هنا فمن سخروا أنفسهم في خدمة الحرب لا يفرقون بين خيمة عزاء وجبهة قتال طبعاً هنا كنا بعدما الناس توفدوا عندنا مجابرين ما شعرنا لا بالانفجار انفجار كان في طرف الخيمة وانفجار في وسط الخيمة السباق إلى إسقاط أكبر عدد من الضحايا مستمر وارتكاب مثل هذه العمليات الإرهابية يأتي في سياق الانتقام خصوصاً من المحافظات التي استرجعتها سلطات الشرعية من قبضة الميليشيا لا ينقسم اليمنيون على هوية القاتل ودوافعه ما لم تكن دافع ردع الأعداء وانتركت أيضاً سمعة سيئة في استهداف الخصوم الذي بلغ حتى مجالس العزاء وهو ما حققه من خطط ونفذ هذه الجريمة ربما التي أوقعت خمسة شهداء وعشرين جريح إلى حد الآن ما يقارب عشرين جريح وخمسة شهداء الجرحاء حالتهم حرجة أثر استهداف عزاء لالشدادي وأغلب الجرحاء الذين توافدوا إلىنا هم مدنيين بهدوء تسلل القاتل إلى المجلس وضع عبوتين ناسفتين كان يخطط لقتل أكبر عدد من المعزين وجرح العشرات خسرت المدينة حلمها بالهدوء ولولحظة في عملية إرهابية جديدة حدثت بعد أن تعرضت المحافظة لعدد من الصواريخ التي اعترضتها بطاريات الباتريوت خلال الأيام الماضية مصادر ذكرت أن المحافظة شهدت إجراءات أمنية عقب الحادثة وقال وكيل المحافظة عبدالرب مفتاح في تصريحات صحفية واصفا الحادثة أنها مرحلة انهزام القيام ومشيرا إلى أنه من العيب مراقبة من يقدمون واجب العزاء مؤكدا أن نتائج التحقيقات ستكشف من اندسة لوضع هذه العبوات خصوصا وأن هذه الجريمة دخيلة على المجتمع اليمني